طب رأيك اي على ذكر الريال مدريد رأيك اي في التصريح اللي قاله محمد صلاح ومميته وانه هو يعني يلتقي في النهائي مع الريال مدريد من منطلق ان فيه طار بايت على حد تعبيره محمد صلاح طبعا لعب محترف، لعب ذكي هو عرف هو بيقول ايه طبعا انه هو بيصدر ضغط على فريق الريال مدريد طبعا ان فيه طار بايت 2018 لما ريال مدريد كسب ليفربولتها تواحد في نهاية شامبيونز ليج فاكيد ليفربول ليه طار مع الريال مدريد كان من راموز كان في كتفه جاء له خلقة في كتف. طبعاً أكيد زعلتنا كلنا. فأكيد محمد صراح نفسه يأخذ دارة أوروبا تاني مع ليفر بول. وطبعاً يأخذ بطولة جديدة وبطولة تاريخية جديدة مع ليفر بول. وكمان النهائي طبعاً هيبقى صعب جداً برئي مديرو ليفر بول. فريقين كبار. فريقين كبار يعني ليفر بول من أكوى الأندال الأوروبية. السنة دي ينفس على دارة جيزة حتى آخر نفس. ووصل برضو لكل النهيات المتاحة عنده برضو كذا بطولة ممكن يحسنها. فأعتقد مشواره يمكن ما كانش أسهل من رئي مدريد. لكن في الأول وفي الآخر رئي مدريد وصل نهائي والليفر بول وصل نهائي. فريقين كبار. محمد صراح طبعاً عنده مجد شخصي عايز يحققه. وطبعاً عنده طبعاً مشكلة العقد وتجديد عقده مع ليفر بول. فأعتقد أن حمد صراح اللي عمله ده هو بيصدر الضغط لليفر بول لريل مدريد. وتصدر كل عنوين الصحف الأسبانية بتصريحه ده. فأعتقد أنه لعيب زكي.